فقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في السنن والمسند من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن هكذا كررها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فانظر رعاك الله هذا الارتباط الوثيق والصلة العظيمة بين السعادة وتجنب الفتن وأن تجنب المرء للفتن ومباعدته عنها وعدم استشرافه لها باب من أبواب السعادة ومسلك عظيم من مساركها وحظه من هذه السعادة المشاري إليها في هذا الحديث بحسب بعده عن الفتن فكل ما كان عن الفتن أبعد كان أحظى بهذه السعادة وكل ما كان إلى الفتن أقرب كان أحظى بالشقاء والهلاك وانظر هذا المعنى جليا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ستكون بعد فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فانظر كل ما كانت المباعدة عن الفتن أكبر كل ما كان أحظى بالسعادة وأسلم من الهلاك وكل ما كان إلى الفتن أقرب القائم أقرب للفتنة من القاعد والماشي إليها أقرب للفتنة من القائم والساعي فيها أقرب من الفتنة أقرب إلى الفتنة من الماشي فبحسب مباعدة العبد عن الفتن ومجانبته لها يكون حبه ونصيبه من هذه السعادة العظيمة المشار إليها في هذا الحديث ولهذا كما قدمت الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة الحديث عن مجانبة الفتن حديث عن السعادة والاستشراف للفتن والدخول فيها دخول في الشقاء الذي هو ضد السعادة لأن السعادة ضدها الشقاء فمن جانب الفتن سعد كما هو منصوص الحديث أن السعيد لمن جنب الفتن نفهم المخالفة أن من استشرف للفتن ودخل فيها شقي فالسعادة في المجانبة للفتن والشقاء في الدخول في الفتن كل ما دخل المرء في الفتن كل ما كان بذلك داخلا في مجيبات هلاك نفسه ترجمة نانسي قنقر